موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى كشك الصحافة نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصخف العربية والمواقع الإخبارية المحلية والدولية من أنباء وتحليلات لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وفوق هذا يدفع بالطلاب للاعتداء عليهم أساتذة جامعة صنعاء يتعرضون لكل ذلك وفقا لموقع بوست فإن ميليشيا الحوثي تعتدي على اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأداب في جامعة صنعاء قال الموقع اعتدت ميليشيا الحوثي على الأساتذة في كلية الأداب بجامعة صنعاء هشام ناجي وجميل عون وأقدم أحد الطلب المنتمي لجماعة الحوثي بالاعتداء على الدكتور هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية للنقابة والدكتور جميل عون أستاذ الفلسفة أثناء تواجدهما في كلية الأداب وجاءت حادثة الاعتداء والتهجم بعد حملة التحريض ضد المطالب المشروعة للنقابة المطالبة بالراتب الشهري ووجهت نقابة هيئة التدريس ومساعدهم في جامعة صنعاء مذكرة رسمية إلى عميد كلية الأداب تطالبه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب أين ذهبت مبادرة ولد الشيخ؟ وسط كل هذا الضجيج سؤال يحمله موقع يمن مونيتر لهب المواجهات في اليمن يغيب خارطة ولد الشيخ قال الموقع فشلت خمسة أيام من المشاورات بين اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووفد الحوثي صالح من أجل تسويق خارطة الطريقة التي قدمها للحوثيين قبل أسبوع من وصوله وخلال اللقاءات رفع الحوثيون سقف مطالبهم إلى استقالة الرئيس اليمني قبل الاتفاق وتشكيل حكومة بعد الاتفاق بأسبوعين وأن يعلن التحالف العربي إنهاء العمليات العسكرية في اليمن تماما ورفع اليمن من الفصل السابع إضافة إلى انسحاب القوات الحكومية من مواقع تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يمارسان أقصى أنواع الضغوط على الحكومة اليمنية في المنفى لتقديم تنازلات جوهرية لصالح مختطفي الدولة اليمنية واحتجاز وزير الدفاع وعدد من موظف الدولة الذين تمكن الخاطفون حوثي وصالح من إلقاء القبض عليهم هذا ما قاله محمد المصفر في مقال نشره ودع فيه إلى الضرورة مساندة الشرعية كما أن الدولتين أمريكا وبريطانيا تمارسان الضغوط ذاتها على دول التحالف وخاصة السعودية كي لا يقدموا سلاحا متطورا أو حتى تقليديا إلى المقاومة الشعبية والجيش اليمني الذي يمكنهم من النصر واستعادة الدولة للمختطفة من أيدي البغاة صالح والحوثي ليس هذا فحسب بل إن الدولتين تحذران دول التحالف من حسم المعركة لصالح الشرعية اليمنية الأمر الذي يبعث على الحيرة لماذا الدول الغربية وأمريكا مصرة على وقف الحرب في اليمن قبل استعادة القيادة الشرعية سلطتها ولماذا تطالب الرباعية منح الخاطفين تنازلات تصل إلى حد منحهم نصف الإدارة الحكومية عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا لا جدال في أننا ضد الحرب في أي مكان لأنها تلحق أضرارا مخيفة بالإنسان والبيئة والبنية التحتية للدولة التي تدور الحرب على صعيدها لكننا كتب علينا القتال لفرض هيبة الدولة في المجتمع الذي تسوده العدالة والمساواة ويؤلمنا جميعا تصاعد قائمة القتلى في اليمن ومن أجل ذلك علينا والمجتمع الدولي ردع خاطف الدولة اليمنية الشرعية بكل الوسائل والحق أن المفاوضات معهم على مستقبل اليمن قبل تحقيق النصر عليهم تعطيهم الأمل في تحقيق أهدافهم وإطالة زمن الحرب عنوين عديدة من موقع مصدر أونلاين وردت فيها مسلحون يقتحمون وكالة خبر التابعة للرئيس السابق صالح وصحيفة المنتصف في صنعاء عنوان من تعز الحوثيون وقوات صالح يفجرون منزلا شرق مدينة تعز وتضرر 119 مبنى خلال شهرين عنوان من جامعة صنعاء أكاديمي جامعة صنعاء يصاعدون احتجاجاتهم ويتهمون رئاستها بتحويل الإرادات للمجهود الحربي من مأرب بعد ساعات من إطلاق صاروخين الدفاعات تعترض باليستيا أطلقه الحوثيون على مأرب نذهب إلى قراءة أهم ما جاء في موقع الصهاريج نيوز والذي جاء فيه اليمنية مباشرة من مطارات عدن حضر موت دون التوقف في بيش السعودية قال خالد النعمي مدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية في القاهرة إن جهودا كبيرة بذلتها قيادة اليمنية مع قيادة التحالف العربي أسفرت عن تقديم تسهيلات لليمنية للتخفيف من معاناة الركاب والاستفادة من الوقت حيث تم السماح لرحلات طيران اليمنية التي تقلع من عدن وسيئون بمواصلة رحلتها إلى قاهرة مباشرة دون الهبوط في بيش السعودية كما كان متبعا في وقت سابق قال النعمي أن قيادة طيران اليمنية أجرت لقاءات في القاهرة مع رئيس الهيئة العامة للطيران المصري بحثوا فيها العلاقات بين البلدين والتقديم مزيد من التسهيلات المتبادلة بين البلدين في مجال الطيران ما تقدم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مما أسمى خارط الطريق لحل الأزمة اليمنية لم يكن ثمرة اجتهاد شخصي من قبل ولد الشيخ بل هو منتج تدخلت في صناعته عدة ماكينات ومطابخ حتى وصل إلى هذا الشكل الذي ظهر به هذا ما افتتح به عضو مجلس النواب عدروس النقيب مقاله المنشور في الوحدة وينت على ما يبدو أن خارطة طريق ولد الشيخ ليست سوى خطة وزير الخارجية الأمريكية جونكيري التي تردد الحديث عنها منذ أسابيع وما تكليف ولد الشيخ بتقديمها سوى نوع من توفير الغطاء الدولي لها لتبدو وكأنها من صناعة المنظمة الدولية وما يؤكد ذلك وأن هذه المبادرة جاءت لتشكل انقطاعا كليا مع ما تراكم من اتفاقات ومبادرات وأفكار وتفاهمات كانت الحكومة اليمنية توافق عليها وكان الانقلابيون يرفضون أجزاء منها في حين يعلنون عدم ممانعتهم التعاطي مع أجزاء أخرى لكن هذه الخارطة جاءت لتلغي كل ما كان قد تحقق وإن لم يكن سوى نصوص مكتوبة وتشرع في مشاوير جديدة على الطرفين معا مما يعني أن على ولد الشيخ أن يفذل جهدا ووقتا قد يساوي أو يفوق كل الجهد والوقت الذين بذلهما ليتمكن من إجراء التعديلات والتحسينات التي يمكن أن تحقق المستحيل وهو نيل موافقة الطرفين عليها باختصار شديد الخارطة تشتب على كل المرجعيات التي ما انفك الطرفان ومؤيدوهما بل وحتى الشركاء الدوليون يشددون عليها بل إنها تلغي تلك المرجعيات وواحدة منها آتية من المنظمة الدولية التي يمثلها السيد والد الشيخ وهو القرار 22-16 والذي أهملته الخارطة وأتت بما يلغيه من القاموس نهائيا شهدت حقول النفط في محافظة حضرموت عمليات تخريب واسعة وممنهجة طالت معظم الآبار في عدد من القطاعات والمنشآت النفطية ومن بين كل القطاعات الانتاجية في البلاد كان تأثر القطاعات النفطية التي تشغلها شركة بيترو مسيلة الوطنية هو الأشد وفقا لموقع عدد غد فقد تم إصلاح 100 بئر نفطي من أصل 360 بئرا تعرضا للتخريب في حقول النفط في حضرموت يضيف الموقع نتج عن هذه العمليات التخريبية توقف شبه كلي لإنتاج وتصدير النفط لما يقارب عاما ونصف العام كما تسبب الفراغ الأمني الذي نتج عن الانسحاب المفاجئ لقوات الحماية الأمنية من حقول المسيلة آنذاك في عمليات تخريب وصفت بالممنهجة لجميع آبار وحقول النفط في المسيلة وأوضح مصدر مسؤول أوضح في بيترو مسيلة مصدر مسؤول للموقع أن عدد الآبار التي تعرضت للتخريب الممنهج وصلت إلى نحو ثلاثمائة بئر نفطي من أصل ثلاثمائة وستين في قطاع أربعتاشر فقط فيما تعرض قطاع واحد وخمسين لتخريب شبه كلي وتجرى من قبل شركة بيترو مسيلة في الوقت الراهن عمليات إصلاح واسعة للقطاعات والأبار النفطية التي تعرضت للتخريب بعد يومين من إقدام ميليشيا الحوثي على اختطاف خمسة مدرسين من أحد مدارس حيفان أقدمت ذات الميليشيا على اختطاف ستة مدرسين في الوازعية في تعز وسط استمرار تقدم الجيش والمقاومة ميدانيا قالت مصادر محلية لموقع شتراكينت إن الميليشيا تمكنت من اختطاف ستة مدرسين في الوازعية أثناء ذهابهم إلى لجنة تربوية تابعة للميليشيات مصادر ميدانية أفادت للاشتراكينت بخصوص التطورات الميدانية قالت إن معارك عنيفا دلعت في مناطق قريبة من الصيار وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة عليها وشهدت عزلة الأحكوم هي الأخرى مواجهات بين الطرفين في وقت دفعت فيه الميليشيات بتعزيزات عسكرية إضافية لقواتها في تبت العريقي وعصيران ومدرسة الشهداء في الأعروق وتبت الخزان بالأحكوم في طوابير طويلة وقف الأمريكيون لانتخاب رئيس جديد وانتظروا النتائج بشغف كبير ثم سينضون إلى أعمالهم من جديد بعد أن نال دونالد ترامب ثقة الأغلبية فيما تواصل مؤسساتهم رسم برامج وخطط الأعمال وجولة مصورة لأجزاء هذا الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فلنتهب سويا نتابع الصوار ترجمة نانسي قنقر حتى الحيوانات تنتخذ قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية فاصل قصير من ثم نعود فابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة مجاهدين إلى صحبة العرب الجديد عنوانت في الشأن اليمني بماء مهدورة تزايد قضايا القتل المقيدة ضد مجهول في اليمن تقول الصحيفة في استطلاع أجرته عثرت الشرطة اليمنية على جثة الأربعيني صلاح أحمد بعد أيام من مقتله في أحد شوارع منطقة الثورة التابعة للعاصمة صنعاء وحتى اللحظة لم تضبط الشرطة الجنى تتابع العرب الجديد يعد أحمد واحدا من بين 540 يمنيا قتلوا وقيدت بلغات قتلهم ضد مجهول خلال الفترة من بداية عام 2015 وحتى النصف الأول من عام 2016 بحسب بيانات جمعها معد التحقيق من إدارات الأمن العام في 17 محافظة يمنية أضافت العرب الجديد تدخل الحوثيين في عمل الأمن العام بحسب مصادر أمنية أدى إلى تحييد الشرطة عن اختصاصاتها عقب سيطرة جماعة الحوث عليها إذ عملت على اعتقال المناوئين للجماعة من دون تهم وجها ضدهم وزجت بهم في سجون تلك المراكز المخصصة بالأساس للمتهمين في قضايا جنائية ومدنية صحيفة الخليج الإماراتية تنقل ما ورد من تحذيرات على لسان قائد قوات الاحتياط اللواء سيمير الحاج تقول الصحيفة الجيش يحذر الإنقلابيين من بيع أصول المؤسسة الاقتصادية وتتابع الصحيفة حذر قائد قوات الاحتياط والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني اللواء الركن سيمير الحاج ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية من تصرفهم الخطر وغير المسؤول بعرضهم أصول المؤسسة الاقتصادية اليمنية للبيع ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبع عن الحاج إن الميليشيات الإنقلابية قامت بعرض أصول المؤسسة الاقتصادية للبيع بمبالغ زهيدة تصل إلى 200 مليار ريال وبغرض نهبها أضاف نحذر الميليشيات من هذا الفعل المشين كما نحذر كل من سيشاركهم في نهب وسرقة أموال الشعب اليمني سواء في البيع أو في الشراء من داخل سجنه في القاهرة كتب أحمد ماهر مقاله المنشور في العربي الجديد تحت عنوان قصة مكررة فأين نحن؟ وقال ماهر في جزء من المقالة لا جديد إنها القصة نفسها التي حدثت في دول كثيرة ولكن بسيناريوهات مختلفة استطاعت بعض الدول تجاوز الأزمة وتصحيح المسار والنهوض والتقدم بسبب الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد وهناك دول أخرى لا تزال في الحلقة المفرغة نفسها سيناريوهات كثيرة متشابهة قد تصل إلى درية التطابق حدثت من قبل في أمريكا الجنوبية وأفريقيا منذ عقود ولكن معظم دول أمريكا الجنوبية استطاعت الخروج من تلك الدوامة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وتحسنت أحوالها كثيرا وتحولت بعضها من دول نامية إلى دول منتجة ومصدرة ومؤثرة في الاقتصاد الدولي والأحداث الدولية بينما لا تزال معظم أفريقيا تعاني من الفساد والاستبداد والانقلابات العسكرية المتكررة التي تكون بالأهداف المعلنة نفسها لكنها تقوم بالأداء نفسه الذي يؤدي إلى الفقر والتخلف تبدأ القصة دائما بأزمة سياسية بين القوى السياسية المدنية وغالبا ما تكون الأزمة مفتعلة وبعد عناء جميع الأطراف حكومة ومعارضة يصلون إلى طريق مسدود ويزداد الأمر سخونة ويتأزم الوضع أكثر فتضطر المؤسسة العسكرية إلى التدخل والإسلاء على السلطة ولابد من وجود بعض التأييد الشعبي السابق أو اللاحق للتحرك العسكري صحيفة الشرق الأوسط وصفت عملية انتقال السفارة الصومالية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بأنه هجرة السفارات من صنعاء بدأت والصومالية الأولى إلى عدن قالت الصحيفة أصبح الصومال أول بلد ينقل سفارته من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ورحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعت بقية الدول إلى الاقتداء بهذه الخطوة قال مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية إن الخطوة الصومالية تأتي دعما للحكومة الشرعية داعية من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ خطوات مشابهة في أسرع وقت حيث ما زالت العاصمة صنعاء ترزح تحت احتلال القوى الإنقلابية المتمردة رغم أن السفارات العربية والأجنبية كلها أبقت على وجودها في صنعاء فإن معظم السفراء يمارسون مهامهم من سفارات بلدانهم لدى دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية وعقب اجتياح الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول 2014 اقتحم الإنقلابيون عددا من السفرات وعبثوا بمحتوياتها وتشير بعض المعلومات إلى تحويل بعض تلك السفرات إلى مراكز لإدارة الحرب زيادة مخاطر الشحن البحري بعد أول هجوم لقراصنة قبالت الصومال منذ سنوات ويقول مسؤولون في الملاحة البحرية السفن التجارية التي تبحر عبر ممرات الشحن المزدحمة بين الصومال واليمن ربما تهاون من شأن مخاطر القرصنة والإرهاب رغم وقوع محاولتي هجوم الشهر الماضي وفقا لصحيفة القدس العربي يمر أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا عبر خليج عدن وبحر العرب وهو ممر شحن رئيسي يستخدم هو أيضا لنقل الصادرات والسلع بين قارة آسيا وأوروبا وأكدت قوة نافور البحرية لمكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن الستة مسلحين هاجموا ناقلة المواد الكيميائية سي بي أو كوريا على بعد 610 كيلو مترات شرقية الصومال في اليوم الثاني والعشرين من أكتوبر تشرين الأول في أول هجوم يتم الإبلاغ عنه على سفينة كبيرة قبالة الصومال منذ عامين ونصف تتابع الصحيفة في الخامس والعشرين من أكتوبر فتح مهاجمون النار على ناقلة غاز قبالة اليمن وقالت الشركة المالكة للسفينة إن كمية كبيرة من المتفجرات كانت مع المسلحين وقال مصدر بحري لرويترز إنها ربما كانت هجوما انتحاريا وفي مذكرة خاصة على موقعه الإلكتروني دعا مكتب المخابرات البحرية الأمريكي السفن المارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن إلى العمل في حالة تأهب قصوى قال المكتب أيضا التوترات المتزايدة في المنطقة تزيد احتمالات وقوع أضرار مباشرة أو غير مقصودة للسفن هل يحق لنا نحن العرب أن نكون أكثر من حديقة أساطير في نظر الغرب هو سؤال ممض يتجدد في كل مرحلة تحول عربية تنتهي بانتكاس مريرة حين يخفق جني الفانوس في تلبية حلم جديد من أحلام علاء الدين الذي لا يزال مقتنعا بالمعجزات والخوارق هذا ما أشار إليه باسل طلوز في مقاله المنشور في العرب الجديد يسترخي الغرب على مقاعده المخملية يراقب عن بعد كل مغامرة جديدة في حديقة الأساطير متلذدا بهذا العالم الغامض الذي اكتشفه ذات ليلة من ألف ليلة وليلة فاستهوته تلك المغامرات حتى بات جزءا ليس من ملذاته الترفيهية وحسب بل دخلت أساسا عضويا في ملذاته السياسية أيضا حين بدأ التدخل في رسم مآلات الأسطورة على النحو الذي يشتهيه لتبقى الأسطورة أسطورة حتى وإن امتزجت بالدماء والنفط واختراع مزيد من الطغاة واللصوص تلذذ الغرب بمغارة السمسم فسطى على كلمة السر التي فتحت له مغالق النهب والسط على مصراعيها من هذا العالم السحري بتواطئ أزيد من عشرين حراميا كانوا يعرفون جيدا أن أدوارهم لا تتعدى ترفيه أسيادهم في مقابل الاحتفاظ بكراسيهم وتلذذ الغرب بتقسيم الحديقة السحرية وتفتيتها على النحو الذي يحفظ مصالحه ومنح كل قطعة علما وزعيما وعبيدا كي يسرف على نفسه بمزيد من الإثارة والتشويق وهو يرى أبشع مشاهد الطغيان واستلاب الحريات وقتل الإرادات في مهدها لتطول الحكاية إلى مليون ليلة وليلة لا يصيح فيها ديك ولا يتسلل خيط واهن من الأمل إلى زنازينها المصمتة مشاهدين انتهت اختياراتنا لكم اليوم من كوشك الصحافة وآملينا في حلقة جديدة إن شاء الله من كوشك الصحافة نترككم في أمان الله ومع الكاريكاتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة